السلام عليكم ورحمة الله نكمل حل ملحق كتاب المعاصر الانجليزية للصف الثاني الاعدادي الترم الاول عمد دراسي عشرين اربعة وشرين نحن نبدأ ان شاء الله محفظة الشرقية ادارة شرق الزكاة الزيق صفحة سبعة وخمسة نبدأ من الصورة الثانية اللي هو سؤال المحادثة ليلى و سلمة بيكلموا عن الجمعيات الخيرية هلو سلمة اهلا يا سلمة هتروحي فين فضلت نايد الاسبوع هلو ليلى اهلا يا ليلى اتلاق اجابة اتلاق اتشاريتي جماعة خيرية يبا كده هي هتروح للجمعيات الخيرية هنا اليو حولها الى اي والارت تحول الى ام وبقول اي ام جوينج تو اتشاريتي انا ذاهب الى جمعية خيرية اتلاق سأل اتلاق بيكاز تلاق بيكاز يبس سؤال واي ممكن اقول واي بس ممكن اقول واي بس ممكن اقول واي do you want to go there لماذا تريد ان تذهبي الى هناك سألت اتلاق اي اتلاق اي والواش زير كلوز انا هاخسل ملابسهم and give them medicine وهديهم دواء يبقى ماذا سوف تفعلين هناك يبقى what are you going to do there ماذا سوف تفعلين هناك ماذا سوف تفعلين هناك كم مرة تذهبين هناك اي حاجة تجبني فانا كنت مثلا twice والتي كابيتل twice او ويك مرتين في الاسبوع can i work for this charity with you هل يمكن ان نعم الفازية الجمعية معك نعم او yes sure او yes you can نعم تستطيحي او of course بعد كده البس ان شاء الله اقرأها وارجع احلا باذن الله السؤال اول في صفحة 58 people shouldn't sleep space hours a night سؤال خادع لاحظ انا في shouldn't الناس لا ينبغي ان يناموا كم ساعة في الليلة هنا 4 4 السؤال الثاني is the underlined word grateful المينز كلمة grateful اللي معناها ممتنة او شاكر فبتساوي كلمة thankful شاكر لجابة ترسين السؤال الثالث someone who lives in the city can go to a space to enjoy nature الشخص اللي بيعيش في المدينة يقدر يذهب الى اي لكي يستمتع به الطبيعة بارك حديقة عامة لجابة ترسين السؤال الرابعة give a suitable title for the passage اعطي عنوان مناسب للفقرة ممكن اكتب تين اجورز بس تكفي اللي هو المراهقين وممكن اكتب دي tips two او four عادي tips for teen اجورز نصائح للمراهقين what does the underlined pronoun them refer to الضمير them يشير الى ايه؟ ويشير الى الاشياء اللي بيفتكرها اللي هو المراهق عشان تجعله سعيد يبقى هي الاشياء اللي بتفكرها اللي في السطر الاخير هنا هي the good things the good things the good things in his life هخلي بس his life or teenager's life and feel pleased about them ديه ديه السؤال الخامس بقى كده السؤال السادس in europeanian في رأيك what is the most important thing to be happy ايه اهم شيء ان انت تعمله عشان اه تكون سعيد هي من نقطة نظري طبعا من نقطة نظرك زي ما انت عايز انهاك طبعا من نقطة نظري i should pray انبغى علي ان اصالي تمام؟ وهي بالنسبة للقطع اللي عايز تجيب اجابة من القطع اللي هي السؤال ده برضو ينفع اللي هي دي one of the best ways to be happy is to remember the good things in your life and feel pleased about them دي تنفع برضو للسؤال السادس اللي انت تفتكر الحاجة الجيدة في حياتك وتفكر فيها وتخليك سعيد بعد كده اسئلة الاختيارات السؤال الاول are important to keep the light out بتساعد على بقاء الضوء بالخارج curtains ستار اللي جابة لتربيه السؤال الثاني when you speak english will you can speak with other people in England لو انت بتتكلم انجليزي كويس ممكن تتواصل اللي جابة لتربيه مع الناس في انجلترا السؤال الثالث as best knows how to look inside the body to help people who are ill يستطيع ان ينزل الى داخل الجسم ليساعد الناس المرضى ايبا كده القراح سرجان اللي جابة لتربيه السؤال الرابع السياح السياح غالبا بيسافروا بالسيارة او بيتنقلوا this makes more لما بالسيارة بيعمل كثير من التلوث pollution لقابة لتربيه باك ان شاء الله صفحة 59 السؤال الخامس when there isn't enough rain there is often لما ميكونش في مطر كافي بيبا موجود ايبا موجود قفاف drought لقابة لتربيه السؤال السادس they don't pay him for his work هم لا يتفنى له من اجل عمله يبا كده هو متطوع volunteer لقابة لتربيه السؤال السابع داليا is a space person she always leaves her toys on the floor داليا هي شخصية ايه دايما تترك اللعب الخاصة بها على الارضي باكده انسانة فوضوية ميسي لقابة لتربيه السؤال السامن samir space plays football in the street بلايس فعل اخر اس يبقى كده انا محتاج نفيب never اللي جابة لتربيه dozen't مش هتنفعل لانها محتاجة فعله في المصدر didn't بتتكلم عالمودي وبردو محتاجة فعله في المصدر isn't محتاجة فعل اخر اين يجي وهنا جاي فعل اخر اس السؤال التاسع i was doing my homework is based my father came انا كنت بعمل الواجب بتاعي عندما جاء ابي يبقى وين عشان جاي قابليها مودي مستمر وبعضيها مودي بسيط اللي هي came التصريف الثاني من come السؤال عاشر طالما فيه يبقى انا محتاج فعله في المصدر have to مصدر has to لأ have مصدر برضو وهاز برضو مش مصدر هنا have to اللي هتخدها بس عشان بمعنى يجب هل يجب على مونة ان هي تذهب العمل مبكرا طب have مش هتنفع ليه عشان جاي فعله في المصدر فلازم حطته لان هاف لو استخدمتها محتاج حاجة في التصريف السالس بدي مستمع دبرا السؤال الاول فيه التصحيح هي ونوت يوزد وقبلها نوت بمحتاج نفي يوزد يوزد بتتنفي بديدنت بس وشيري تدي بقى يبقى يوزد وتو موغود بمعنى لم يكن يعتاد السؤال الثاني اذا فارمرز grow plant is at the moment بتدل على المدارع المستمر فارمرز جمع تاخد فارمرز جمع تاخد وغراد فلاين جي يبقى growing بعد كده السؤال الثالث that bird is flying very faster هنا انا هخليها fast لان هنا عايز ظرف وfast تنفع في الظرف وفي الصفة هنا ظرف السؤال الرابع مدينة مكان فالمكان بياخد وير بمعنى حيث هو شكرا السلام عليكم شكرا